مش فهميه ان الجيش اصلا لن يسخ في انه يدي لحد سلاح ويطلوه في سينة مش لانه خطر عالجيش المصري عوزوا بالله لأ خالص تعيز تجيبكم سمية شاب سيناوي تسلمهم اسلحة وتدربهم وتسيبهم في سيناء كده عوزوا بالله دول خطر على مين بقى؟ على اسرائيل والسيسي قال قبل كده لن اسمح بان ارضنا تشكل خطر على جراننا عيب ايب يا شيخ يا بتعسينا اما الاخ ده التافع محمود العليلي اللي ابن التافع ما عزل عليلي فالاخ ده لازم يقول انه هو بيعترف ان الجيش المصري فشل في الحملة الفضيعة اللي تصورت على الاحدث طريقة بقى وكرينات وطيارات وحاجات بتجري في البحر واسمه ايه ده متحدث عسكري يطلع ويقولك قامت قوتنا الاشاعس والحاجات دي يعني بعد ما قاعدوا السنة في 2018 في 18 بيان عسكري مش عارفين يقضوا على 3000 واحد مش عارفين ينهوا الحرب على 3000 واحد